مرحبا وكيف الحال؟ يعتبر الفيتامين بي من أهم الفيتامينات الموجودة في حياتك يعد هذا الفيتامين مؤلف من 8 فيتامينات أساسية فيتامين أساسي في عمليات إنتاج الطاقة والأيض في الجسم فهو المسؤول عن أيض الدهون والبروتينات وحتى النشويات نقصانه يؤدي إلى الكثير من المشاكل التي لا حصر لها ولا تحصى فمن مشاكل في الجلد إلى ضعف المناعة من فقر الدم ومشاكل في الأعصاب وحتى الشلل وقد يصل في بعض الأحيان إلى الوفاء عشان هيك بدأ نحكي عن كل ما يتعلق في نقص الفيتامين بي أنواع الفيتامين بي مصادر الفيتامين بي كل هذا بعد الفاصل وإنت عم تحضر صحة تلس مع سمارة وراجعين يضم الفيتامين بي عائلة واسعة من الفيتامينات لتنضرج تحت تسمية الفيتامين بي فهي 8 فيتامينات أساسية وتعد هذه الفيتامينات وتصنف على أنها فيتامينات دائبة في الماء يقوم كل واحد من هذه الفيتامينات بوظائف أيضية مختلفة جزء كبير منها له علاقة بعملية إنتاج الطاقة داخل الخلية يؤدي نقص الفيتامين بي في الجسم بشكل عام إلى مشاكل مختلفة وتعتمد على نوع الفيتامين اللي تم نقصانه في جسمك ولكن نقصان الفيتامين بي بشكل عام يؤدي إلى الآتي فيؤدي إلى مشاكل في التركيز بالإضافة إلى مفقدان الشهية إلى التعب العام والانزعاج بالإضافة إلى ألم العضلات ومشاكل في نبض عضلة القلب أضف إلى ذلك مشاكل في الأعصاب مشاكل جلدية مختلفة ظهور بقع دم في العين بالإضافة إلى مشاكل في الفم وضعف المناعة وتضم عائلة الفيتامين بي 8 أنواع رئيسية من الفيتامينات الفيتامين الأول هو فيتامين الثيمين أو البي 1 بينما الثاني الريبوفلافين اللي هو الفيتامين بي 2 النايسين وهو فيتامين بي 3 فيتامين بي 5 اللي هو البينوثونيك أسد بين إضافة للفيتامين بي 6 وبي 7 اللي هو البيوتين بي 9 اللي هو الفوليك أسد والفوليت الفيتامين الأخير الفيتامين الحيواني فيتامين بي 12 معلومة على الهامش تعد الخميرة الغذائية وخميرة البيرة والمستخدمة في صناعة المخبوزات في المخابس من المصادر الغنية جداً بيعطيف الفيتامين بي فهي تحتوي على الثيمين والريبوفلافين بالإضافة للنياسين البينوثينيك أسد والفيتامين بي سيكس البيوتين والفوليت ولا تحتوي على الفيتامين اللحوم أو فيتامين بي 12 لذلك لا تعتبر مصدر لفيتامين بي 12 نهائياً وحتى نتمكن من علاج أي مشكلة مرتبطة بنقص فيتامين بي والتعرف عليها لازم نعرف كل فيتامين بي من هذه العائلة إيش يؤدي نقصه وإيش هي مصادره الطبيعية فخلينا نبلش في أول واحد أول هذه الفيتامينات هو فيتامين بي 1 أو الثيمين فيعد فيتامين الثيمين من أهم الفيتامينات في إنتاج الطاقة وجزيئات الـ ATP في كل الخلايا كما يوجد الثيمين على جدران الخلايا العصبية لذلك يعد وجود الفيتامين بي 1 من أهم الفيتامينات لصحة الجهاز العصبي العضلي والقيام بحركاتك الطبيعية خلال نهارك يؤدي فقدان الفيتامين بي 1 إلى مرض البيري بيري وهو مرض كان شائع في شرق آسيا وذلك ليستهلاككم كميات مبالغ فيها من الأرز اللي كان تقريبا من 80 إلى 90% من السعرات فهي حمية خالية من الفيتامين بي 1 تضمن لمستهلكها الإصابة بهذا المرض اللي ممكن تلخيص أعراضه بالآتي فقدان الإحساس بالأيدي والأرجل بالإضافة إلى ضعف وألام العضلات ممكن أن توصل إلى صعوبة المشي وبعد ذلك إلى الشلل اضطراب في عضلة القلب بالإضافة لفقدان الشهية فقدان الوزن وصعوبة في الذاكرة أو مشاكل عامة في الذاكرة أما مصادر الفيتامين بي 1 فيها متوفرة بكثرة في اللحوم خصوصا فهي موجودة في الكبدة واللحم الحمراء والأسماك إضافة إلى بذور الكتان الحبة البركة بذور دوار الشمس الفاصولية البيضة والفاصولة الناشفة والبازيلا أما النوع الثاني من الفيتامينات فهو فيتامين البيتو أو الرايبوفلافين ويعد دوره أدور أساسي في عملية الأيض وعملية إنتاج الطاقة كما هو الحال في فيتامين بي 1 ويعد نقص الفيتامين بي 1 مرتفق مع نقص الفيتامين بي 2 لأنه مصادرهم عادة مشتركة يميز فيتامين بي 2 عند انخفاضه أو نقصه إلى الأعراض التالية تشقق في جوانب الفم بالإضافة إلى تقرحات في الحلق وحساسية مفرطة للإضاءة عادة ما يتم الكشف عن فيتامين بي 1 أول نقصه أول لأن أعراض نقص الفيتامين بي 1 أكثر حدة من نقص الفيتامين بي 2 يعد الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة في نقص الفيتامين بي 2 إذا لم يكنوا يلتزموا بتناول كميات كبيرة من اللحوم ومنتجات الألبان وتتوافر هذا الفيتامين بشكل أساسي في الكبدة واللحوم الحمراء ولحوم الأسماك بالإضافة إلى البيض أضف إلى ذلك الزبادي وجبنة الكتج والسبانخ والفطر معلومة على الهامش لا توجد قيم سامة وخطرة لاستهلاك الفيتامين بي 1 وفيتامين بي 2 بالإضافة للفيتامين بي 12 فكل من هذه الفيتامينات بحتاج جسمك بشكل أساسي وبقيم لا تقل عن الآتي الفيتامين بي 1 وبي 2 للذكور لازم ما تقل احتياجك أو استهلاكك اليومي عن 1.2 ميلي جرام في اليوم بينما الإناث ما لازم تقل قل عن 1.1 ميلي جرام في اليوم الواحد الفيتامين بي 12 ولكل الجنسين بحتاج 2.4 ميكرو جرام في اليوم الواحد أما الفيتامين الثالث فهو فيتامين النياسين أو البي 3 فيعد النياسين من أهم الفيتامينات في عملية إنتاج الطاقة والأيض حاله بحال فيتامين بي 1 ثيمين بالإضافة للريبوفلافين يؤدي نقصه إلى مشاكل حرجة من أهمها مشاكل جدية تدعى بالبيليغرا وهذا المرض الذي انتشر في عام 1700 في أوروبا بعد اعتماد الزرة كمصدر أساسي للطاقة ولنقص الفيتامين بي 3 في الزرة كانت هذه هي النتيجة في عام 1900 عاد المرض وعانى منه آلاف الناس في أمريكا إلى أن تم اكتشاف علاقة الفيتامين بي 3 في هذا المرض يرتبط نقص الفيتامين بي 3 كما يصطلق عليه باللغة الإنجليزية بالفور ديز دياريا ديرماتايتس ديمينشيا أندث الدياريا وهي الإسهال الديمينشيا وهي الخرف الديرماتايتس التهاب الجلد بالإضافة للدث الله يبعد عنه جميعا وهو الموت يوجد الفيتامين بي 3 بكثرة في البطاطس في صدور الدجاج في التونة بالإضافة إلى الفطر معلومة على الهامش يستطيع جسم الإنسان وبكفاءة من تصنيع الفيتامين بي 3 الناياسين وذلك من خلال تحويل الحمض الأميني تريبتوفان إلى نياسين ورغم ذلك لم يصعف هذا الأمر سكان أوروبا وأمريكا والمصابين بالمرض الجلدي بيليغرا من ذلك لأن استهلاكهم للدرة والتي تفتقر إلى الفيتامين بي 3 بالإضافة للتريبتوفان منعهم من هذا الحق من استهلاكه أو تصنيعه أما الفيتامين الرابع فهو فيتامين الفوليت ويطلق عليه اسم الفيتامين بي 9 الفوليت أو الفوليك أسد له دور أساسي في عملية انقسام الخلايا في جسم الإنسان فهو مسؤول عن عملية تصنيع الشفرات الوراثية وتصنيع الـ DNA في الخلايا والضرورية لنقل الشفرات الوراثية والصفات من خلية إلى أخرى بالإضافة إلى دور الأساسي في عملية تفعيل الفيتامين بي 12 وتفعيل وأيض بعض الأحماض الأمينية يؤدي نقص الفوليك أسد أو الفوليت إلى فقر الدم بسبب عدم قدرة خلايا الدم الحمراء على الانقسام ويضعف المناعة بسبب عدم قدرة خلايا الدم البيضاء على الانقسام يؤدي عدم قدرة خلايا الأمعاء على التجدد والانقسام كذلك إلى مشاكل في الجهاز الهضمي من المعدة إلى الأمعاء بالإضافة إلى مشاكل واحتمال إصابة في السرطانات من سرطان القولون، سرطان عنق الرحم، وسرطان البنكرياس يؤدي على عدم الاستفادة من الفيتامين بي 12 فهو المسؤول عن تحويل الفيتامين بي 12 إلى شكله الفعال وبالتالي ندخل في أعراض نقص الفيتامين بي 12 وأحدها فقر الدم الخبيث يؤدي نقص الفوليت عند الأم الحامل إلى ولادة جنين عنده تشوخ خلقي في العامود الفقري بما يسمى بالneural tube defect أما مصادر الفوليت فهو متواجد بكثرة في الكبدة، في الفول المدمس والعدس، بالأسبرغس والسبانخ، بالأفوغادو والشمنذر ويفضل تناول مصادر الخضريات أو الورقيات تحديداً العالية بالفوليت على الهيئة النية، يعني غير مطبوخة لأن الحرارة تتلف هذا الفيتامين أما الفيتامين بي 12 والمسؤول عن صحة الجهاز العصبي بشكل عام والمتقارب والمكمل للفيتامين الفوليت فكلها هدول الفيتامينين عبارة عن فيتامينات مكملة لبعضها الآخر وكل فيتامين بيعمل على تفعيل المقابل إلى شكله الفعال يقوم الفيتامين بي 12 في صناعة وصيانة الخلايا العصبية وتحديداً الغلاف الخارجي لهذه الخلايا، خلايا شوان والمغلفة للمحور العصبي يؤدي فقدان الفيتامين بي 12 ونقصه إلى تلف الأعصاب وخذران الأطراف والأصابع كما يؤدي نقصه إلى لسان يظهر عليه النعومة والانتفاخ إضافة لذلك تعب وإرهاق، فقدان في الذاكرة وقد يصل في مرحلة من مراحل إلى الشلل بالإضافة إلى عدم قدرة الفوليت على عملية انقسام خلايا الدم الحمراء فينتج عن ذلك فقر الدم الخبيث يمكن الكشف عن فقر الدم الخبيث أو نقص الفيتامين بي 12 من خلال فحص المجهري لخلايا الدم الحمراء فظهورها كبيرة وشاحبة وغير ناضجة يدل على فقدان ونقص الفيتامين بي 12 أما فيما يتعلق في مصادر فيتامين بي 12 فهو حصرا موجود في مملكة الحيوان فيتواجد الفيتامين بي 12 بكثرة في الكبدة بالإضافة إلى اللحوم الحمراء لحوم الدواجن بالإضافة إلى أسماك مثل التونة والسردين أضف إلى ذلك البيض والأجبان معلومة على الهامش هناك العديد من الأشخاص ممنهم عرضة وأكثر عرضة لنقص الفيتامين بي 12 أهم هذه الفئة من الأشخاص هم الأشخاص النباتيين وتحديدا الأشخاص الفيغان اللي ما بتناولوا أي شيء من منتجات الحيوان والأجبان والألبان هدول الأشخاص لحميتهم خالية تماما من الفيتامين بي 12 وعدم استهلاكهم للمكملات بشكل دوري قد يؤثر سلبا على صحتهم ويودي بحياتهم الأشخاص الآخرين المعرضين لنقص البي 12 هم الأشخاص اللي بعانوا مشاكل في عملية الهضم وحمضية المعدة وعن بيستهلكوا بكثرة مضدات الحموضة فنقص أحماض المعدة معناته نقص الانترينسيك فاكتور والمسؤول عن امتصاص فيتامين بي 12 في الأمعاء الدقيقة أما النوع الثالث من الأشخاص هم الأشخاص اللي خضعوا لعمليات قص المعدة وتحويل المسار أو التكميم هدول الأشخاص فقدوا القدرة على إنتاج حمضية المعدة وبالتالي الانترينسيك فاكتور ففقدوا القدرة على امتصاص الفيتامين بي 12 ومعظم الفيتامينات الذائبة في الماء والدهون أما فيتامين البي 6 فهو فيتامين ضروري في مئات العمليات التحويلية في مختلف الأنسجة في جسم الإنسان هو فيتامين ضروري في عملية تحويل الأحماض الأمينية من شكل لآخر لذلك يتكاثر هذا الفيتامين في العضلات والعظام يؤدي هذا الفيتامين أدوار أساسية من أهمها عملية تحويل حمض الأميني تريبتوفان إلى نياسين الفيتامين بي 3 بالإضافة لعملية إنتاج بروتين الدم الهيموغلوبين وعملية دعم جهاز المناعة والهرمونات في الجسم كما يساعد هذا الفيتامين من عملية تحرر الجلوكوز من الجلايكوجين في الكبد ويؤدي إلى عملية اكتمال الجهاز العصبي عند الجنين ونقصه يؤدي إلى مشاكل في التصرفات عند الأطفال لاحقا في الكبار يؤدي نقص الفيتامين بي 6 إلى مشاكل عدة من أهمها عدم القدرة على التركيز والإحباط والتعب فقر الدم إضافة لذلك التهاب الجلد على شكل تقشر وقشر واضحة أما أهم مصادر الفيتامين بي 6 فهي أكيد في ملكة اللحوم الكبدة اللحم الحمرة لحوم الأسماك والدواجن إضافة لذلك في البطاطا والبطاطا الحلوة في الموز والسبانخ وأخيرا فيتامين البيوتين والبينتوثينيك أسد اللي يعد كلاهما إلى دور أساسي في عملية أيضة البروتينات والنشويات والدهون دور البيوتين دور أساسي في عملية إنتاج الكاراتين اللي هو بروتين الشعر والمسؤول عن نمو الشعر يؤدي نقص البيوتين إلى مشاكل أساسية مثل التعب والإرهاق وعدم القدرة فقدان الشهية مشاكل في الشهية إضافة إلى الإحباط وتساقط الشعر بينما نقص البنتوثينيك أسد يؤدي إلى مشاكل في الهرمونات الأنثوية أو المهرمونات الجنسية بشكل عام أضف إلى ذلك يؤدي نقصه إلى مشاكل في النواقل العصبية وفي إنتاج بروتينات الدم عند استهلاكك للبيض يجب الحرص على استهلاكه مطبوخ جيدا لأنه التناول البيضني بيؤدي إلى عدم قدرة جسمك على انتصاص البيوتين وبالتالي فقدان البيوتين والدخول في مشاكل نقص البيوتين وبنهاية حلقتنا لليوم إذا شفت المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير فنشر المعلومة أكيد خير والزكاة العلم نشره وما تبخل على حالك بينك تنضم للقناة وتكبس على إشارة الجرس حتى تيجيك أول بأول للإشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة إلك وما تبخل علينا بينك تعملنا لايك فإحنا بتشجيعك من استمر وأكيد بتقدر تتابعني في الإنستغرام والسناب شات وبتقدروا تنضموا العلمنا الرائع على الفيسبوك عالم سمارة سكيتو أنت فاستينج بلنت وبشوفكم إن شاء الله بالحلقات الجاي وبأمان الله مع السلامة باي